الاقتصاد العراقي بين شقي الرحى فبسبب أزمة السيولة في البلاد اضطر البنك المركزي إلى خفض قيمة الدينار العراقي بنسبة 20% أمام الدولار وهو أمر وإن كان يساعد في ضبط أمور الموازنة لكنه انعكس على ارتفاع أسعار السلاع والمواد الأساسية ما أثار غضبا في الأوساط السياسية والشعبية فهل يساهم خفض قيمة الدينار العراقي في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة أم يزيدها عمقا نسأل ضيفنا من بغداد عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية دكتور خالد عبدالإله هلنا وسهلا بك دكتور إلى غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية بداية البنك المركزي المفروض أنه مستقل يتخذ قراراته من أجل ضبط السوق المالية لكن هناك من يعتقد بأن الحكومة كان لها ضلع في هذا الموضوع من أجل وأن الموضوع هذا له علاقة بتمرير الموازنة ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك أستاذ يوسف لجميع مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية وشكري هذا للصدافة يعني بدءا يجب أن نتكلم عن الدستور العراقي عندما أشارف المال دمية وثلاثة منه على أن البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف هي هيئات مستقلة ماليا وإداريا وينظم لكل من هذه الأيئة القانون لكن في ثانية من نفس الماندة أشار بأن البنك المركزي مسؤول مسؤول أمام المجلس النواب العراقي وبالتأكيد صحيح وهيئة مستقلة لكنه في إطار الأيام القادمة قد يتم الحديث عن استجواب مدير البنك المركزي أو المسؤول عن البنك المركزي العراقي لأن هذا الأمر يرتبط بالسياسة النقدية والسياسة النقدية هي من عمل البنك المركزي من أجل ضبط مسألة العملة وسعر صرف الدينار بالنسبة للعملات والفائدة الموجودة وبالتأكيد رسم هذه السياسة تستلزم أيضا مراقبة من السلطة التشريعية لا نتحدث عن الفصل التام أو الاستقلالية التامة لهذه الهيئة هذه الهيئة البنك المركزي أيضا تتوافق مع السياسة المالية التي ترسمها وزارة المالية العراقية وهذه السياسة المالية أيضا مرتبطة بإدارة السلطة التنفيذية ومعنية بوزارة المالية بمعنى أنها ترسم السياسة المالية المتعلقة بالضرائب والإنفاق الحكومي كل السياسات أنا باعتقادي تحتاجان بشكل واضح إلى مراجعة حقيقة وواضحة لكي لا تكون هناك عكاسات سلبية يشهدها الواقع المجتمع العراقي والاقتصادي العراقي وبالتأكيد هنا أصبحنا أمام معضلة معضلة بأن الإصلاح الاقتصادي التي تسعى عليه حكومة الكاظمي اليوم غير متفق عليه ما بين القوى السياسية والدليل على ذلك هناك من يتحدث عن الأداء البرلماني والأداء التشريعي وبالمقابل هناك من يتحدث عن الأداء الحكومي بمعنى أن حكومة السيد الكاظمي لن تحقق سوى نسبة قليلة لا تتزاوز يعني 22% من أصل 100% بينما هناك حديث عن 82% ونصف من عملية عدم استطاعتها أن تحقق ما كان متفق عليه لذلك نتوقع نحن ندخل في صراعا سياسيا قادما ما بين الحكومة والسلطة التشريعي اسمح لي أن أتحبك مرة أخرى إلى الاقتصاد هنا يعني لماذا اتخذت هذه الخطوة هل كان هناك بديل هل كان لو لم تتخذ هذه الخطوة ما الذي كان سيواجهه العراق أو الحكومة تحديدا لأن هنا نتحدث أيضا عن يعني شيء فائد الحكومة لأن رئيس الوزراء الكاظمي دافع عن هذه الخطوة يعني بالتأكيد السيد رئيس الحكومة يدافع عن هذه الخطة باعتباره هو يتحدث عن إصلاح اقتصالي ويتحدث إذا لم يكن لهذا الإصلاح أن يتحقق فهناك فوضى وبالتأكيد هناك حديث عن الركون إلى معادلة الفساد الإداري والمالي بالتأكيد هذه الخطة هي مدعومة من السيد الكاظمي ومن وزارة المالية وحتى من البنك المركزي ومن بعض الوزارات أو المعنية بإطار اقتصادات اقتصادية ولكن هنا نتحدث عن أن هذه الخطة الاقتصادية الإصلاحية التي يمكن من خلالها أن يتحدث عنها سيد الكاظمي بأنها قد تقضي على معادلات كانت حاكمة سابقا ومرتبطة بالسلطة وبالمال والفساد ولكن بالناحية الأخرى أيضا هناك ارتدادات عكسية وسلبية على المشهد الاقتصادي العراقي قد يتلقاها المواطن العراقي نسبة الفقر المتزايدة التي قد تتصاعد مسألة جائحة كورونا مسألة تدني أسعار النفط مسألة حصة العراق في منظمة أوبيك التي تخفضت كلها مسألة أن يتوقع أثرت بشكل كبير جدا على موارد الدولة الاقتصادية والاستثمار الذي أيضا عانى معناه في إطار قانون الاستثمار أو ما يتعلق بالظروف الداخلية العراقية فضلا على الاتباك المشهد لأني في بعض المناطق هل وصل الوضع في الحكومة العراقية بدلا من الاقتراض لأن الاقتراض مكفول يعني العراق دولة نفطية العراق ما عنده مشكلة في الدولار لأنه يبيع النفط وبالتالي فيه يعني لكن بدلا من الاقتراض وزيادة الاقتراض الخارجي هكذا تبدو وكأن الحكومة جمعت المال من المواطنين يعني 20% من كل المدخرات العراقية المعاشات حتى الأملاك التي مثمنة بالدينار العراقي خسرت 20% من قيمتها يعني الحكومة هنا ألم يكن أفضل أن تستدام من الخارج أن تستدام من الخارج بدلا من أن تمد يدها إلى جيب المواطن شوف المعادلة الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي فيه الكثير من الأمور السلبية ولكن هناك تجارة في بعض البلدان سارت في إطار هذا المنحة وتحقق النجاح الاقتصادي ولكن كانت هناك إرادة سياسية واحدة وحاكمة وانتفق عليها نحن اليوم أمام دول جوار تعاني اقتصاديا بفعل العقوبات الأمريكية ومنها إيران ومنها تركيا وبالتأكيد هناك من يتحدث عن تهريب لهذه العملة العراقية تدني أسعار السلع في تلك البلدان وعملية صادرات تلك السلع على العراق وعملية عدم وجود نمو للصناعة العراقية كلها أربك السوق الداخل العراقي وبالتأكيد تحولنا بعدم وجود تخطيط استراتيجي وعدم وجود خطط عملية حقيقية لحديث عن صنع في العراق أو إنتاج العراق كلها أثر بشكل كبير جدا على مسألة الحديث عن قلة الصادرات وزيادة الاستيرادات هناك فرضية تتحدث من أن عملية ارتفاع الدولار قد يحد من عملية الحديث عن استيراد هذه السلع وهذه البضاعة من تلك البلدان بسبب انخفاض أسعارها المحلية وبسبب المضاربات وبسبب أرباح التجار لكن بالمعادلة الأخرى أيضا يجب أن تحسب الداخل مسألة الحديث عن الانخفاض الكبير كما أسلفت انخفاض للعملة الدينار العراقي في أوقات بعد 2003 كنا نريد أن نعيد لهيبة الدينار العراقي كثيرا عندما تم الحديث عن ديون باريس والحديث عن جدولة للديون والحديث عن اقتصاديات قد تكون اقتصاديات ناجحة ولكن أيضا بسبب تداعيات المشهد السياسي بعد 2006 والمضاربات في جانب اقتصادي وأيضا الصراعات السياسية أثرت بشكل كبير جدا في عدم رسم سياسة تنموية حقيقية كلنا نتحدث عنها اعتمادنا على السلع الواحدة والاقتصاد الواحد أضر كثيرا لأن اليوم ننتظر مسألة تعظيم موارد الدولة على مستوى ترشيد الانفاق الحكومي البحث عن استثمارها الجدية حقيقية أتمتت الضرائب والقمارك وربطها في منظومة البنك المركزي كلها نتوقع استراتيجيات معطلة من السابق واليوم يدفع ضريبتها المواطن العراقي البسيط شكرا جزيلا لضيفنا من بغداد عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبدالإله